مرحبا بكم الناس الكل نتمنى تكونوا بصحة وبخير اليوم اجيتكم بوصفة تعمل 66 كيف اللي هي وصفة السوفلي باش نطيبوا بطريقة مختلفة على الطريقة نتع العادة مانيش باش ندخلوا للفور دجاها بطلق مقبل الفيديو دخلتوا للفور والمرة هذي باش طيبوا على الطاجن يجي طاير ياسر ويعجبني عن الاخر مانساوش تعملوا اشترك في القناة وتفعل الجلس باش يوصلكم اخر جديد تعملوا لايك اذا اجبكم فيديو تعذبتوا المكونات باش نستحقوا كاس حليب دافي نصف كاس ما دافي نصف كاس زيت فارينة تقريبا باش نستعملوا كيلو غير بوع فارينة عظمة مغرفة كبيرة خميرة خبز وقلصة خميرة خبز دوستين ملح دوزة متاع حليب البيبيت وشوية سكر اول حاجة نصفوا الماء بدافي لحلي بالدافي مغرفة خميرة خبز والاساشة خميرة خبز والسكر السكر بشي عاون الخميرة باش تخمر جوز انا نسيت على المحات يتوش وبعدي كان لحقتوا المهم انتو متحطوهم اللاول زداء نخلطوا مع بعضهم ونغطيوا عليهم باش تخمر بعد عشرة دقائق تقريبا الخميرة التي نخمرت باش نزيته نسكة زيت عظمة ونزيدوا الملح نخلطوا الكل مع بعضهم بالباهي بالباهي وبعدي كنبدأوا نزيدوا في الفارينة باش نزيد تقريبا كيلو غير باع فارينة وبعدي كنبدأ من الفارينة فم فارينة تشربوا فم فارينة متشربش عينكم ميزانكم ما تصبوش كمية كاملة فرد وقت اقعدوا وصبوا وزيدوا العجنة هذي رهو جس نقعد ولمدوا فيها ما غير ما نقعد ونعجنوا فيها ونتعبوا في الواحنا حتى اللي انت اتلمت انا تلمدتلي بالباهي بالباهي التكشتور متاح تحفون ياسر باش نغطيها تبقى فوقها حاجة بلاستيك باش لهوا ما يدخل الهيش ونحطها تقريبا سوعة من زمان كي يبدأ التقس ديفي شوية كي يبدأ التقس بارد راهي تقعد اكثر بالنسبة للحشوم بتاعنا مش نستحقوا اربع كابيد عظام صمتهم ومغشرتهم زيتون بعد كيضوها مش نهروشهم ثن فخماج شوية السوس تمات السوس هذه عندي حاضرة معناها من قبل ما كيشي تشمو طيبوا سوس فيسا فيسا شوية طماطم شوية بصلة شوية ثوم ملح وفرفل لكحل لو كنت تحبوا تقطره فيه شوية فرفل يبنى على الاخر ومش نعمل شوية فرفل لكحل مينيش مش نعمل ملح على خطر عندي الفخماج جتون زيتون كلهم ملحين مش نعمل زيتون كعبات فخماج كاري يبنى على الاخر وتجمو نفس الوصفرة وتعملوها بتجيش زيتا جيب لنا على الاخر أول حاجة كيف نفرم العظام تجمو ترابيوه بالراب ومكشي نرفيوه هكي قطور بالأشواغ منويل هكي قريتو تبارك الله فيسا فيسا ومش نحن العظام اضع زيتا جيب ومشي نخلص ونقوم بتجمو تأكيد كيف تريد ان تفرم زيتا جيب ونقوم بتغليم وانا نقوم بتغليم والدجان المصرر و النقص من الكمية و لأعمل من الدجاج المشربين نضع الشمسات مخيمة و التعليد المكونات و الامراء يدعى الضغط و نقص جديد دون الكنزن و بتعليد المقص قوطط لتعليد فرقة كبيرة في الطعم يبنى على الاخر كيف تحبوا المهم الجبن هذا كمية كافية خلقتهم بالبعض ثم نجد الفريق نضع قليلة فريق قليلة فريق قبل ان نطلق فيها لتمرك فريق نجيب القلب نضيفها عميها لاحظة البطاقة يجب أن نضيفها نضيف القلب عليها القلب خذت الخلفة اخذ القلب ثم نضيف فورم شتوا بالكعبة بالكعبة خطرهم يجب أن يفورمون لا يجب أن يتلمدوا قليلا الحجم يجب أن تختار الحجم الذي لا تحبون عليه إذا تحبوا تعملهم كبار نحب تعملهم كصغيرات وضع تكليلا ثم يجب أن يجب أن يضع وضع حجو ثم نصبع نزف الحجم نسكرة نسكرة يجب أن نسكرة نقوم بشكل زياد نقوم بشكل زياد نضعها على جنب نقوم بشكل زياد نقوم بشكل زياد نحضر كمية نضع سوس نضع سوس فيها يعله جزء نقوم بشكل زياد نقوم بشكل زياد نضع السوس نضع السوس على أطلاق وفي المرحلة هذي شو سنعمل نشاعل زوست باجل ما طيبش على الطاجر النواحدة كي كان نربح الوقت ونكمل الكمية الكل في سافي سافي عود نقعد نستلنا فيه في نفس الطاجر معناها ستخوني انا السوفلي هيدا بفضل وياسر على السوفلي الاخر على خطر يعمل لكتباشمي طويك الحمورية اللي بنينا برشا دونك جربوها وراهي نشحا 100% كمت بنفس الطريقة حتى نكمت الكمية الكل جيت نشحا تعمل ستوستين كيف هاني بش ننقص واحدة قدامكم بش تشوفوا الحشو من الداخل جيت مع بيها بالحشو بنينا برشا برشا جربوا الرسات وكتبوا لي تعليقاتكم وما تنسوا اشتراك بالقناة وتفعلوا جرس بش يصلكم اخر جديد وتعموا لاكي اذا اجبكم الفيديو وهكي كان يكونوا في سنة الاخر الفيديو ملتقانا في فيديو جديد ان شاء الله بسلامة اشتركوا في القناة